إلهي طالما ارتكبت نفسي بما هو راجع إلي وأنت مطلع علي تحلم بحلمك الكريم إلى أجل قريب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلى الله عليك يا سيد النبي وعلى ابن عمك سيد الوصين وعلى بضعتك الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين وعلى الأهمة من ذرية الحسين ما خاب والله من تمسك بكم سعادتي وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة أتخدعني الدنيا وقد شاب مفرقي وقد صرت معقولا لها بعقالي أأنسى مساويها وما طال عهدها وأسعى لها بالجد سعي خبالي ولي أسوة فيها بآل محمد بني خير مبعوث وأكرم آلي تقسمهم ريب المنون فأصبحوا عباديد أشتاة بكل مجال فبين شريد ترتمي غربة النواة فبين شريد ترتمي غربة النوابه بين غيطان وبين جبالي وبين دفين وهو حي ومختفين يراقب خوفا من وقوع نكايا يا ألي وبين سميم هذا الذي جرى على أهل بيت رسول الله ليتك حاضرا يا رسول الله وترى ما جرى على ذريتك وبين سميم قد سرى في عظامه من السم قتالا بغير قتال ها يا ها يا ها يا CA يا اللي اه وبين صليب وبين صليب مائل فوق جذعة تهب به من صبا وشمالي فيا ليت شعري من أنوح ومن له فيا ليت شعري من أنوح ومن له أروح ومن قلبي عليه بساني أشجو علي الحين عمم رأسه يا ولي الله علي أشجو علي الحين عمم رأسه بمنصلة ذي رونق وصقالي له أمل بنت المصطفى بعدما قضى يا زهر له أمل بنت المصطفى بعدما قضى قضت لم تفز من إرثها بخلالي أمل حسن الزاكي بسمج عيدة أمل حسن الزاكي بسمج عيدة قضى قضى بين أنصار له ومواليه وإن حنين للشهيد بكربلا لباق فلا يقضى له بزواليه حسين أشجى البرايا في مصيبته أنا أقرأ التخميس والأصل كل إحنا بصوت واحد كلكم حافظي حسين أشجى البرايا في مصيبته والأنبياء بكت حزنا لغصته أفديه من مستضى من بعد قتلته ما شيعات نعشه أيديه أحبته أعلى الله صوتك بالحق ما شيعات أيديه أحبته أفديه من صابر لله ممتحني أمسام بعيد عن أهل وعن وطني وبعد أن قتلوه القوم عن ضغني ما غسلوه ولا لفوه في كفاني أحسنت هي ما غسلوه ولا لفوه في كف يوم الطفوه ولا مدوه وعليه رد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذوله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وارزقنا يا ربنا حج البيت بحق محمد وآله الطاهرين الندامة إذا سحبت الإنسان والعياذ بالله إلى يوم القيامة تنطبق عليه الآية المباركة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون والعياذ بالله فهذه الآية في قوله تعالى هي من سورة الفرقان ويوم يعظ الظالم على يده في الحديث الوارد عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل التحية والسلام قال الظلم ثلاث ظلم لا يغفره الله وظلم لا يدعه الله وظلم يغفره الله أما الظلم الذي لا يغفره الله هو الشرك بالله والعياذ بالله الظلم الذي لا يغفره الله الشرك بالله وأي شرك تشوف في بعض الأحيان في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إني أخوف ما أخاف على أمتي من الشرك ألا أنهم لا يعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا إذا ما شركهم يا رسول الله قال يراؤون بأعمالهم والعياذ بالله يراؤون بأعمالهم يطلبون ود الناس ورضى الناس وينسون ذكر الله وينسون رضى الله جل وعلا في الآية فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فلما سألوا الإمام الصادق عليه أفضل التحية والسلام فقالوا سيدنا يا ابن رسول الله ما تفسيرها وما معناها قال بأن الإنسان يعمل يرائي بعمله أمام الناس يريد ود الناس ولا يريد ود الله يريد رضى الناس ولا يريد رضى الله يريد ود الناس فما من عبد أسر خيرا حتى مضت الأيام فإن الله يظهر له ذلك الخير وما من عبد أسر شرا حتى مضت الأيام فإن الله يظهر له ذلك الشر إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يراءون بأعمالهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون فهنا الآية المباركة وحديث الإمام عليه أفضل التحية والسلام وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخوف ما أخاف عليهم من الشرك يراءون بأعمالهم الشرك بالله ذنب لا يغفره الله وهذا والعياذ بالله إذا بقي على حاله نستجير بالله يمضي إلى جهنم وبئس المصير فإن الله لا يغفر ذنبه وأما الظلم الذي لا يدعه الله الظلم الذي لا يدعه الله هو المداين بين العباد المداين بين العباد بين طالب ومطلوب بين ظالم والمظلوم بين غاصب ومخصوب فكلها بين ظارب ومضروب ليش؟ لأنه من لطم في حديث من لطم وجه مؤمن من لطم وجه مؤمن بدد الله عظامه في يوم القيامة ومن أهان مؤمناً ولو بشطر كلمة لقي الله يوم يلقاه مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي والعياذ بالله لطم وجه مؤمن إن كان سائر الناس وإن كان مثلاً يشتغل عندي عامل أو غيرها وأمثالها ومن لف لفه وينضم تحت هالعنوان هذا لكن إذا يتسامح ويها ويقول له أني فردت بحقك وسامحني لا بأس ينادي المنادي من تحت العرش يا أمة محمد اللهم ما كان لي قبلكم فقد وهبته إليكم وقد بقيت التبعات بينكم فتواهبوا وادخلوا الجنة برحمتي يا الله اللهم عامنا بفضلك ولا تعامنا بعدلك وارحمنا برحمتك الواسعة وظلم يغفره الله أي ظلم ظلم العبد لنفسه ظلم العبد لنفسه يظلم نفسه بنفسه ويفرط في جنب الله نعوذ بالله ويأجل ويسوف بالتوبة وعلى اليوم وعلى باتر ويلا وسعد يا مجال والعياذ بالله والموت يأتي أهله بغتة والقبر صندوق العمل ما يدري في أي لحظة نعوذ بالله الله يكتب السلام عليكم وعلينا وعلى جميع المؤمنين إن كان بسيارة وإن كان بحرق إن كان بغرق إن كان بكان وإن ما كان إن كان بكهرباء إن كان بنار صايرة لو ما صايرة هذا الأجل المخروم معدنا الأجل المخروم والأجل المحتوم هذا أجل مخروم وما تدري نفس بأي أرض تموت فكل إنسان مستعد فإذا تاب وفرط في جنب الله وفرط في ذنوبه وأسرف لكن إذا تاب الله تعالى يتوب عليه لأنه بينه وبين ربه ذنب يغفره الله أما الذي المدين بين العباد بين طالب ومطلوب بين غاصب ومغصوب فإن الله تعالى لا يرضى عنه حتى يتوب عليه من غصب حقه أو من اغتابه إياكم والغيب فإنها كما ورد في الحديث عن إمامنا السجاد عليه أفضل التحية والسلام يقول إياكم والغيب فإنها أدام كلاب النار وهنان الغيب بعد ومن لف لفها التائب من الغيب آخر من يدخل إلى الجنة والمصر عليها والعياذ بالله أول من يدخل إلى النار نستجير بالله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعلنا يا ربنا من الصالحين وحشرنا مع الصالحين وحشرنا مع الصادقين الذين هم محمد وآل محمد اللهم صلى الله اللهم صلى الله محمد وآل محمد فإذا تاب من ذنبه فإن الله تعالى يتوب عليه زين هنا نص الآية المباركة ويوم يعظ الظالم على يديه لأن هذا الظالم بيّنت بخدمتك إنه يظلم نفسه إنه يظلم غيره لذلك يقول لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتي على الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنمي الله لا بأس نجيب هذه القصة ونفوت بسبب نزولها إلا أنها سجدت بعد ما يكون عوفا هذه القصة نجيبها لا نعوفها كأنه فد إشارة اذكرها حاصل وإذا هذا رجل متعافي وبدن الصحة والعافية لكن مفلس جيبه فارغ عنده عضلات وعنده نشاط لكن متهور عقل ما عنده يعني متغاوي بعافيته دايم شيئا إذا أرى لفد واحد رجال صياد مال سمك رجال صياد مال سمك هذا يبيع سمك بقت عنده سمكة كبيرة كأنه لا أحد يقدر يشتريها الزغار ميشن بقتها كبيرة وظلت وشكلها مغري وسعرها غالي يقول هذا مثل اللي يستهزئ وبيله خشبة خشبة يعني نسميه بالعراق توثية مغوار مع الحرب مع العركة ماذا رأيتها قال له هاي ببيعش قال له هل قد سعرها فالسعر غالي قال له سعرها سعرها شكله وضرب على رأسه لما ضرب على رأسه ذاك غاب تروح ووقع ظلت السمشة بين يديها بعد ظل البيت لم طايرة طارت بيه فرط طايرة يا الله أخذ السمشة ومشه راح فرحان يعني هو عند نفسه منتصر مكيف يعني هو جايب لفد غنيمة للبيت نعوذ بالله نعوذ بالله اللهم ارزقنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك جابها ورتبها وعلى قولت لقلون تبلها وخلالها الحشو وامثالها ورتبها دريد يقعد يأكل هو وعياله ما يوكلهم نعوذ بالله توكلهم لقمة حرام البعيد لماذا لماذا هذا العيال المرء مبينت بخدمتكم يقول عيال المرء عيال المرء وسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع عليهم يوسع عليهم بالدين وبالمعرفة وبالفقه وبالعلم بكل شيء بكل شيء وسيدة النعم ولاية المولى أمير المؤمنين سلام الله عليك يا أبا الحسن يا علي أمير المؤمنين لا يقبل بالظلم أبدا علي بن أبي طالب يقول أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولم أشاركهم في جشوبة العيش وخشونة الملبس وإجا هذا فرحان دريد يأكل شوف ضربة الله وإذا به مد إيده إسه هو بين إيده ما تقول مثلاً بين إيده لحم أعظم ما السمج لكن هل عظم مال السمج كأنه صار إرصاص بأصبعه لا إله إلا الله وإذا شك أحد أصابعه من هذا العظم من عظم السمك وممتنع عن الأكل رأساً هذا كأنه ضرب العصب عنده وظل شاي لأصبعه وظل شاي لأصبعه وظرم من السمجة ما أكل وظرم من السمكة اللي هو أخذها بغصب ما أكل ظل حاير محتار بأصبعه راح الأهل الاختصاص قالوا لا يا بهذا رايح من تيه أصبعك لازمين قلع هذا لازمين بتر وانبتر الأصبع وانتقل الألم للثاني أو للثالث أو للرابع أو خمس أصابعه وتشف كله طار إلى أن يقول هام على وجهه في الصحراء هام على وجهه في الصحراء والدم يسيل يسيل من يده وذاك الحال وحالته حاله وأيام وأشهر يعني ما ظلت بيومين وثلاثة أشهر أشهر ظلت إلى أن هام على وجهه في الصحراء يقول استظل بظل شجرة قاعد تعبان وإذا يسمع منادي ينادي يا غافل إلى متى تبقى على حالك هذا ولكن البعيد إذا ما تروح التوب وما تقطي حق الوادم إذا ما تروح تقطي حق الناس بدنك يتقطع وصله وصله إذا هسا قضت بصابيعك وقضت بإيدك لا البدن كله يتقطع هناك شف من غفلته ومن نسيانه لذكر الله لأن الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئنه القلوب هذا إذا ابتعد عنه ذكر الله وذكر رسول الله بعد وين تلقى هايم هذا تايه ما يدري إلى أن انتبه على نفسه وظل يسأل ويدور على صاحب السمكة إلى أن التقى معه التقى بذلك الرجل التقى به بعد ذلك أدى حق السمكة بعد أشهر لربما سنوات لربما سنوات انطى حقه واتبار الذم وياه ووقف ذاك الألم لكن الإيد بعد ما رجعت صارت جرة إذن إليه صارت جرة إذن لكن شوف هذا الذي ظلم نفسه سبب نزول هذه الآية يقول الطبرسي عليه الرحمة في مجمع بيانه يقول نزلت في حق عقب بن أبي معيط وأبي بن خلف وذولا اثنين ذولا كانوا معاندين عبد للشيطان وعبد للأوثان وقد صدى عن ذكر الرحمن لكن هذا واحد من عدهم أقب بن أبي معيط أقب كان مثل ما نقول عنده فد نمط سياسي نمط دبلوماسي يعني ما منكشر أنيابه في وجه المسلمين ولا في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله يعني ابتسامة خفيفة فد لقاءات مثل ما نقول دبلوماسية مثل ما نصطلحنا ما لليوم يعني فهذا لما كان يروح وين يطلع إلى حج أو عفوا يطلع إلى سفر له أو تجارة له لما يطلع يتاجر ويرجع إلى أهله يرجع إلى مكة لما يعود يعمل مأدبة طعام يسوي طعام ويعزم هالناس هاي ابديك السفرة لما سافر لما سافر وطلع خارج مكة ولما رجع من جملة من دعا على تلك المائدة دعا رسول الله محمد اللهم صلى على محمد والنبي من أخلاق صلى الله عليك يا رسول الله هو الذي قال وكما ورد عنه لو دعيت على كراع إلى كراع في كراع لأجبت وإذا دعيتم فأجيبوا إذا دعيتم فأجيبوا يقول بأنه لا يدعوكم دعوة مأدبة الطعام أجيبوا تلك الدعوة لبوها أمور أخلاقية اجتماعية حلوة لا بأس بها إذا دعيتم فأجيبوا النبي ما قال أنت عابد للوثى أنت كافر وأنا ما أجيب بيتك شوف نبي الرحمة يشوف وياهم ينطيهم علميهم لما يشوفوا نتيجتهم شنو شوف شنو سوى رسول الله فلما جاء النبي وأصحابه إلى دار ذلك الرجل ولبوا دعوته جلسوا على فراشه ونصبت المائدة قال النبي صلى الله عليه وآله السهنانة ربما السامع يسمع يقول شنو لب دعوته شوف بهالباب لب دعوته النبي صلى الله عليه وآله فلما نصبت المائدة وقاعدين على فراشه النبي وأهل البيت والأصحاب فقال اعلم يا فلان نحن لا نمد يدنا على طعامك هذا حتى أنت تنطق بالشهادتين أنت الآن كافر عابد للصنم ما يسر ناكل من طعامك إذا نطقت بالشهادتين وصرت مسلم مثلنا سالآن ناكل وإلا نحن طالعين يظل الزاد ممدود بمكانه ونحن طالعين كيف رأيب علي هذا قاعدين على فراشه وببيته وما يأكلون من زاده هذا السبب قال لا بأس يا محمد أمدد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صلى على محمد وآله فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أوعز إلى أصحابه وتناولوا من ذلك الطعام والحمد لله على الهداية أكو أحسب من هذه الهداية هاي أكو أحسب من هذه النعمة الحلوة الله أكبر وإذا به طلع النبي ووصل خبر عقبة إلى أبير فيجه صاحبه قال له لترى صاحبك صبأ لدين محمد وترك عبادة الأصنام راح إلى دين محمد قال إني لا أمضي إليه حتى يأتيني بنفسه أنا ما أروح له حتى هو يجيني وهذا ظل ينتظر أسبوع الأول أسبوع الثاني الآن يأتيني أخيراً هذا ينتظر هذا وذلك ينتظر هذا أخيراً هذا هو نفسه التايب ظل يخط برجله لما أوصل يمه ولا هو يرقبته سامحني ترى أني ليس على العهد اللي بينه وبينك وظل يحكي وتعذر شوف نعوذ بالله شوف أين كانت تورحت إلى النور والهداية ورسول الله جبيتك وقعد على فراشه وقال من زادك شوف نهاية أمره شنو فقال له أبي إن أخوتي وزمالتي وصداقتي وما كنا عليه لن تعود إلا بشرط واحد قال وما هو قال أن تلتقي بمحمد وتبسق في وجه نعوذ بالله يا الله شوف هذا بعد ما يدري عاقبة الأمر دخول المرء في الشبكات سهل ولكن التفكر في الخروج قال له بس ذا على هاي سهلة ونرجع مثل ما كنا علي أول مرة قال له هي هاي وسوى اللي سوى الخبيث لكن كرامة لرسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله عاد ذلك البساق إلى وجهه نار وأحرق وجهه شوه وجهه اللهم صلى على محمد وعنه فقال له النبي ويلك ما رأيتك خارج مكة ما بعد هي يعني ترى موسى ألفه وإنك لعلى خلق عظيم لما الله قال للرسول الله لما قال له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضه من حولك روحي لك الفدا يا رسول الله تحمل ما تحمل منهم وكل واحد عنده سالفه وكل من عنده موالب رأسه يغني على كيفه هذا جاب فرث ودم وذاك جاب رماد وهذا قال ساحر وذاك قال شاعر وذاك اليدي ذبح على فراشه صلى الله عليك يا رسول الله والشية سهلة هي والله هي بس إسلام وصاروا مسلمين هذا الذي صار صلى الله عليك يا رسول الله قال ويلك ما رأيتك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف فقتل هذا اللعين عقبة بن أبي معيط في يوم بدر وذاك أبي قتل في يوم أحد لكن شوف هنا هذه العقوبة الآنية والفورية هذا شاف وجهه يعني مثل ما يقول راح تزرف شون التي زاب ليحرق راح عيونه تخسفت وخدودت المرد ملامح وجهه تغيرت ظلي عظ أنام للندم ويوم يعظ الظالم على يديه سورة الفرقان يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أنا اتجابني أم أبي بن خلف اتجابني أم هذا اللعين رسول الله أجل بيتي وقعد على فراشي وأكل من زادي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وشلون خذولا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان نكفر فلما كفر قال إني بريء منك يرجع خلاص قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين خلاص انتهت لكن العقوبة الآنية والفورية يعظ الظالم يعظ هذا اللي أصبح ويكتفي لا ما يفك يا أخي مننا إلى أن يبلعه يأكل قرط والثاني والثالث والرابع والخامس والشف كله فدنوع من أنواع العذاب لا إله إلا الله وينبت هذا يطلع الكف مرة ثانية ويظل يعظع به إلى أن هلك لعنة الله عليه إلى أن قتل في يوم بدر لأن هذه صريح الآية أسأل الآن ما تحضرني بس تتبدل جلودهم بدلنا جلودا غير جلودهم في جهنم الآن هذا لا في الدنيا أخذ نصيبه في الدنيا قبل أن يهلك وقبل أن يقتل في يوم بدر لذلك هنا الإمام الصادق بالحديث الوارد عنه يقول هذه الآية وردت في حق هذين الرجلين ونزلت في حقهما أقب بن أبي معيط وأبي بن خلف وتفسر في كل ظالم في كل مكان وفي كل زمان بعد أن يرى الحق بعينه والرشدة والإيمان والرشاد والسعادة الأبدية ويعدل عنها يندم كما ندم هذان الرجلان كذلك اللعين عبد الرحمن يندم الذي قتل سيد الأوصياء سيد الأوصياء ابن عم رسول الله زوج البتول والد السبطين الحسن والحسين وإذا وهدنته قطام أمثال قطام والرطوب وأخيراً صار صفر اليدين نعوذ بالله خسر الدنيا والآخرة واللي بعد إجوا كذلك خسروا واللي قبل كذلك بعد أن حضروا في مجلس رسول الله وفي محضر رسول الله كذلك خسروا الدنيا والآخرة ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل يا ويلتا لكن شوف إخواني أعزائي وإذا من بعد اللي هو ابن سعد لما شن الحرب على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين كذلك ندم شلون ما تندم لما يقول لابن زياد يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا قال له زياد إذا أتت عرف أما وأبا ليش قتلته؟ قال طلبا للجائزة زياد جائزة أنت هناك سك قبل لا تروح الكربلاء قبل لا تطلع من الكوفة وتروح الكربلاء طيناك سك ونصك قال ضاع قال ضاع حقك قال ضاع ضاع حقك انتهت وإذا فعل ما فعل وكذلك ندمت جرة إلى يوم القيامة قتل ريحانة رسول الله الذي يقول هذا الشاعر الكربلاء شيخ باقر الخفاجي يقول ظلموه إذ لم يكتفوا في قتله تركوه عار للصعيد توسدا ملقا بلا غسل ولا كفن على وجه الثرى وعليه ما مدوا ردا يا عزيز الله يا أبا عبد الله فمصابه أنسى المصائب كلها أي والله السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة يا أبا عبد الله فمصابه أنسى المصائب كلها هو ذاك في عظم المصاب تفرد حقا إذا بكت العيون دما له أبد الزمان فلا نطيق تجلدا غالي دموعي ورخصتها عليك يا حسين الله يرحم أمواتكم ذني الأبيات للوالد المرحوم الله يرحم والديكم يقول غالي يا غالي غالي دموعي ورخصتها عليك يا حسين أي طول العمر أبكي وهي لن دمعة العي سيدي مصابك أنسانا سيدي كل المصائب أي والدهر يوم الطاف راوان العجاي مثلك يضل عار الجسد فوق التراي أبكي ترك الأصحاب والأخوة مطاعي يلي تناشدني علي من تهمي للعي هاي القطعة الثانية هم للوالد المرحوم الله يرحم والديكم يقول يلي تناشدني علي من تهمي للعي كل البكاء والنوح والحسرة على حسين حبا بقلبي وتظهر بصبها دموعي هي مجبور في حب ولا أشوف بطاعي ياريت قبل ظلوعي إن رضت ظلوعي يوم إن قبل خدت عفرات مني الخدين أهبكي على مصابك بكين صبح ومسين أنحب وساعد على البكاء الزهر الزكي لا زال تندب يا ضحى يا الغاضر يا حسين يا ابن ويا عزيز عزيز وقرة العين نسان حان الزهراء مع ولدها روحي فداها يا ليت يا ليت بيت الدعاء لشفاء المرضى لتعجيل ظهور إمامنا المهدي قضاء حوائجنا رحمة لأمواتنا وشهدائنا يا ليت يا ليت يا ابن حاضر يحسن يا أمم يا ليت يا ليت يا ابن حاضر يحسن يا أمم مغشن مغشن يا ليت يا رضا والن افلاد يا أمم جي اسمعك ها هو سيدا هو حسن وانت يا موزع الثراء مقطوع الاديان وحق راسك المقطوع يا شمس المضي للحشر ما ننسى مصابك والرزي وننسى وسحم الصاب قلبك يا ذران ذلنا وفت قلبنا ونكس لي وعا او تقطيع جسمك بالثراء قطع عمان خال الوطن صدرك على حر الوطن اللهم ارحمنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه يا شيخنا مولانا تفضل عيونه تفضل مولانه تفضل قاتل الله يحفظكم إن شاء الله اللهم اجعلنا بالعلم عاملين وبالطاعة قائمين ونبهنا من نومة الغافلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لكشف الهم والغم وتيسير الأمور وتعجيل الظهور وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وجرحانا ورحمة ليامواتنا وشهدائنا نقرأ الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبه يا الله يا دافع البلاء ويكشف السوء أما يجيبه ويكشف السوء أما يجيبه المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف عنا السوء والبلاء والوباء والغلاء بمحمد سيد الأنبياء وبفاطمة سيدة النساء وبعلي سيد الأوصية اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آباه في هذه الساعة وفي كل الساعة ولياً وحارباً وحارباً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلة وهب لنا رأفته ورحمته وعونه ودعاءه وخيره يا رب العالمين وتقبل اللهم من المؤسسين لهذا المجلس الشريف بأحسن قبولك احفظهم في أنفسهم ومتعلقيهم ارحم اللهم أمواتهم وأموات السامعين والحاضرين وأموات مع أمواتكم يا مؤمنين ولكل من مات على الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة